السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ومحمد وعلى آله وأصحابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أنه محمدا عبده ورسوله بعد حياكم الله وأن أخواتي ببرنامج آية فايدة كلام الله سبحانه وتعالى لا تنتهي فوائده هكذا درجة العلماء على استنباط الفوائد من كلام الله سبحانه وتعالى آية من سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ماذا نستفيد من هذه الآية؟ أن تلاوة القرآن طيب ينبغي أن تكون بحق حق تلاوته طيب يعني العلماء توقف عند هذه الآية هذا الذي نريده نستفيد من قراءة القرآن شو المقصود حق تلاوته؟ قالوا الأمر الأول أن تضبط قواعد التجويد أو أحكام التجويد لما تقرأ القرآن طيب تقرأه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فالإنسان يحرص قدر الإمكان على تطبيق أحكام التجويد وهذه معروفة عند أهل اختصاص أنه الساكنة والتنوين والغنة والقلقلة وغيرهم الأمور طيب يعني الحمد للآن موجودة المراكز الكثيرة لتعليم تلاوة القرآن كما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء والصغار والكبار هذا الأمر الأول لأن الإنسان لما يقرأ القرآن يقرأه كما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام حق تلاوته كذلك تقرأ القرآن بفهم ما تقرأ القرآن بغير فهم ما تقرأ القرآن من غير تدبر لأن أحرص لما تقرأ القرآن تفهم كلام الله سبحانه وتعالى وطبعا من الأمور التي تساعدك على فهم القرآن أن الإنسان يقرأ القرآن بتمهل وليس بعجلة تقرأ آية آية كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام والأمر الثالث أن الإنسان يعمل بما وجد في كلام الله سبحانه وتعالى أنا أقرأ الآية وأقيم الصلاة أنا لازم أحرص على الصلاة وآت الزكاة أحرص على الزكاة وبالوالدين إحسان أحرص على بر الوالدين طيب لا يخصر قوم من قوم تبتعد عن السخرية فهذه من قراءة القرآن حق تلاوته أما الإنسان يقرأ القرآن أول شيء هدا كهد الشعر ولا يفهم منه شيئا ولا يطبق منه شيئا هذا ما أعطى القرآن حق تلاوته ما قرأ القرآن حق تلاوته هكذا أخواني أخواتي نستفيد من هذه الآية أن القرآن لا بد أن نتبع أحكام التجويد في قراءتي وفهم القرآن عن طريق قراءة كتب التفسير أو حضور حلق العلم في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى والآن من ذلك التدبر والعمل بما أنزل الله سبحانه وتعالى فيه من أحكام أما الإنسان يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ويخالف يعني كما قيل رب تالي للقرآن والقرآن يلعنه يعني هذا ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح لكن هذه مقولة يذكرها العلماء أن قد يكون هذا القارئ للقرآن والتالي للقرآن يقرأ الآية فيها لعن وذم مثلا آكل الربا هو يأكل الربا وفيها ذم للمغتاب وهو يغتاب سبحان الله طيب كيف أحفظ نفسي حتى لا أكون من هذا الصم افهم كلام الله سبحانه وتعالى اقرأه بتدبر وعلى مهل واحرص على تطبيق أحكام الله أنت لما تقرأ لازم يكون عندي الهم بتطبيق كلام الله سبحانه وتعالى حتى أكون من الناجين من عذاب الله سبحانه وتعالى أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتسير منه فسبحان الله الذين يقرؤون القرآن حق التلاوة ماذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم أولئك يؤمنون به مدح عظيم لأهل القرآن وطبعا هذا كذلك الملح لبن سبقنا من الأمم السابقة الذين كانوا يقرؤون كتابهم التوراة والإنجيل والزبور وغير من الكتب في كتب نعلمها وفي كتب ما نعلمها فمدحهم الله سبحانه وتعالى بماذا أولئك يؤمنون به فسبحان الله السفيد من هذه الآية قضية الأمل في الشريع الإسلامي وكل الشرائع قضية العمل مهمة جدا ليس فقط يعني كما قيل ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل علم وعمل هذا الذي نريده أخواني أخواتي نحن ما نريد من الأمة أن تكون فقط أمة متكلمة غير عاملة لا نريد كلام يرضي الله سبحانه وتعالى وكذلك عمل يصدق هذا الكلام الذي يرضي الله سبحانه وتعالى إذن الذين يقرؤون القرآن حق تلاوته أولئك يؤمنون به هذا مدح لذين يحرصون على تلاوة القرآن كما أنزع النبي عليه الصلاة والسلام وعندنا طبعا نصوص كثيرة مرتبطة ومتعلقة بحفاظ القرآن والذين يحسنون تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى الماهر بالقرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مع السفرة الكرام البررة إنسان متمكن من قراءة القرآن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الذي يكثر من تلاوة القرآن وحفظ القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أهل القرآن هم أهل الله وخاصته الله أكبر وما جعلنا منهم والله هذه ميزة عظيمة أن أنت لما تقرأ القرآن تحرص على تلاوة القرآن وحفظه وتعلمه وتعليمه أنت تكون من أهل الله سبحانه وتعالى هذا والله تشريف عظيم ما بعد تشريف لما تكون أنت من أهل الله سبحانه وتعالى لما أنت تطبق كلام الله سبحانه وتعالى وما تخالف أوامر الله سبحانه وتعالى طيب هذه طبعا ميزة عظيمة أنك تعمل بما تعلم وتتلو يوافق عملك علمك وقولك أنت تكون سبحان الله بهذه الميزة فارقت المنافقين وفارقت الكسالة الذين يقولون ولا يعملون سبحان الله إذن يقول الله سبحانه وتعالى أولئك يؤمنون به ثم قال ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون هذه هي الخسارة الحقيقية أخواني أخواتي يعني نستفيد من هذه الآية الخسارة أن الخسارة الحقيقية الذي يخسر دينه ليس لي يخسر مثلا بضاعة وتجارة أو مباراة أو يخسر مثلا حاتف جوال أو كمبيوتر أو يخسر يعني سبحان الله شيء من أمور الدنيا لا الخسارة الحقيقية الموجعة المؤلمة لخسارة الدين لما الإنسان يقدم الدنيا على الدين ما يهتم بالآخرة هذا الإنسان هو الخاسر الذي يكفر بالله سبحانه وتعالى يكفر باليوم الآخر يعرض عن تلاوة القرآن ويهجر تلاوة القرآن كيف يكون المسلم مسلما وهو لا يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ولا يفتح المصحف ولا يقرأ من حفظه لا من قصار الصور ولا من طوال الصور لا في أذكار ليل ولا نهار ولا نوم ولا تلاوة ورد من القرآن كيف يكون هذا مسلما قويا حقيقيا فلابد أخواني أخواتي من التمسك بكلام الله سبحانه وتعالى وتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى حق تلاوته بتطبيق أحكام التجويد والتدبر والتطبيق والابتعاد عن هجر القرآن ليلا أو نهارا فلسأ الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الله وخاصته جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته